وفيما هو مكتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته فسأله تلاميذه قائرين يا معلم من أخطأ؟ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مدام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل ما دمت في العالم فأنا نور العالم المعجزة ده هي تفاصيلها كلنا بنعرفها في نهاية المعجزة بعد محاورات كتيرة بيجي في الآخر وبيقول على الفرسيين أنهم دعوا في عدد 24 دعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له أعطي مجدل الله نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ على المسيح فأجاب زاك وقال أخاطئ هو؟ لست أعلم إنما أعلم شيئا واحدا أنني كنت أعمى والآن أبصر ودي شهادة المولود أعمى زي ما ابتدينا في أحد السوم المقدس بنحاول نربط بين مناسبة الأسبوع أو الأحد مع أحد أصفار الأنبياء الصغار النهاردة المسيح أمامنا هو مانح الإبصار ولمعجزة شفاء المولود أعمى ونربطها مع سفر ميخة أحد أصفار الأنبياء الصغار وقبل ما أكلمك على المعجزة والربط أعيز أدي لك كده مقدمة مبسطة جدا على سفر ميخة سفر ميخة من الأصفار الأنبياء الصغار هو سبع إصحات وكلمة ميخة هي اختصار لميخة ياهو معناها من مثل الله أو من مثل الله والحقيقة السفر ده في نبوات كتيرة عن ميلاد المسيح يعني مثلا في صحح خمسة عدد اتنين يقول نبوة نسمحها كتير في الميلاد أما أنت يا بيت لحمة إفراطة وأنت صغيرة أنت كوني بين ألوف يهوزة فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل الصح خمسة عدد اتنين دي نبوة في العهد الأديم نبوة تانية في نفس السفر عن الموعز على الجبل يقول كده في ميخة أربعة اتنين وتسير أمم كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله عقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبق له لأنه من سهيون تخرج الشريعة ومن أرشليم كلمة الرب دي نبوات جات في سفر ميخة نبوات أديمة في السفر في العهد الأديم لكن بنشوف صداها وتحقيقها في العهد الجديد نبوة تانية في سفر ميخة خمسة اتنين يقول عن المسيح رعي الخراف ويقف ويرعى بقدرة الرب بعظمة اسم الرب إلهه ويثبتون لأنه الآن يتعظم إلى أقاصي الأرض دي من ميخة خمسة اتنين عايزك تعرف زي ما قلت لك سابقا أن بعد الملوك الثلاثة شاول وداود وسليمان كانت مملكة إسرائيل مملكة واحدة تضم أصباط بني إسرائيل الاثنعشر لكن بعد سليمان وبعد ابنه ابتدت يحصل صراع فانقسمت الاثنين بقى المملكة الشمالية تسمى مملكة إسرائيل وبقى السامرة هي العاصمة وكانوا يعبدون المرتفعات اللي هي الأماكن العالية اللي يحطوا عليها أوسان والجزء الثاني اللي هو مملكة يهوزة اللي هي سبطين لأن الأولى كانت تتكون من عشر أصباط وكانت العاصمة بتاعتها أرشلي ميخة عاش في المملكة الشمالية وكان معصرا لأشعياء النبي وابتدى ميخة يتكلم ويعلن باسم الرب باسم الرب بقوة ويعلن ذلك لشعب يهوزة وشعب إسرائيل لأنهم عاشوا في شرور كتيرة فبقى يقول لكنني الآن ملآن قوة روح الرب وحقا وبأسا لأخبر يعقوب زنبه وإسرائيل بخطيته دي في ميخة 3-8 ولما بنجي هنا رسفر الحقيقة هو مجموعة كبيرة من التحذيرات والاتهامات لكن في نفس الوقت فيه رسائل رجاء كتير أول السفر فيه رموز فيه نبوات فيه تحذيرات وأيضا فيه آيات الرجاء تعطي رجاء المولود أعمى اللي احنا بنحاول نربط المعجزة مع هذا السفر هذا الإنسان الذي كان أعمى كان يحتاج الرجاء وفي الوقت المناسب منحه المسيح الرؤية والبصر السفر السفر مليان مليان بحاجات كتيرة لكن أهم شيء أنه بينبه الشعب من أجل الخطايا اللي بيعملوها ومن أجل بعضهم عن ربنا ويقول لهم هيبقى فيه عقاب والعقاب ده إن الله يتركهم لتأتي أمة قوية تهدمهم وتهدم أرشالين وفيه عقاب عقاب على الأرض هنا ويسترسل السفر فيه الإصحات السبعة بتوعه وفي النهاية الحقيقة بيكتهد ويقدم لنا رشدة صغيرة كده على الإنسان المقبول أمام الله ودي حاجة لطيفة خالص تقرأها في إصحاح 6 عدد 8 يقول كده قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب ثلاث حاجات إلا أن تصنع الحق واحد وتحب الرحمة اتنين وتسلق متواضعا مع إلهك ثلاثة تعالى شرحهم باختصار كده دي في ميخة 6 عدد 8 أول حاجة أنك تصنع الحق يعني تعيش بلا رياء بلا فرسية وطبعا إحنا هنصور هنشوف صورة صارخة للفرسية والريائية في معجزة شفاء المولود أول حاجة اصنع الحق كن مع الحق دائما نمر اتنين تحب الرحمة حب الرحمة يعني تتخلى عن القساوة التجبر وتتخلى عن القلب الحجر تتخلى عن هذا واحد تحب الحق وطبعا وضح لكم أن الحق هو شخص المسيح نفسه اللي كان دايما يقول الحق الحق أقول لكم لما بيجي علمنا الوصايا حاجة تانية تحب الرحمة وتحب الرحمة مش نظريا تحبها نظريا وعمليا تملى قلبك وتملى حياتك وتملى أيامك بالرحمة نمرة ثلاثة تسلك متواضعا تسلك متواضعا يعني تتخلى عن الكبرياء تتخلى عن تشامخ الروح لو أنت حطيت التلاتة دول دي خلاصة روحية قوية للإنسان اللي عايز يعيش ويا ربنا وخلاصة مختصرة وموجزة تصنع الحق تحب الرحمة تسلك متواضعا ولو حطيت التلاتة دول وطلعت بيهم بس من السفر ده هيبقى ده كنز كبير قوي لحياتك أنك تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا ويجي في العدى في الصح الأخير في سفر ميخا يقول كده من هو إله مثلك غافر الاسم وصافح عن الزم لبقية ميراسه لا يحفظ إلى الأبد غضباه فإنه يصر بالرأفة أو الهلك تاني من هو إله مثلك بخطب الله من هو إله مثلك غافر الاسم وصافح عن الزم لبقية ميراسه يعني إيد ربنا مستعدة دايما إنها تشيل تغفر الاسم ويصفح عن سلوكيات الإنسان ويبتدي بداية جديدة لا يحفظ إلى الأبد غضبه الغضب هنا له تعبير عن الخطيئة التي يصنعها الإنسان أمام الله وفي الآخر فإنه يصر بالرأفة هو زي ما بنقول جزيل التحنن يصر بالرأفة الله بيفرح وهو يقدم هذه الرأفات للإنسان التائب والإنسان العائد إليه تعالى نعمل رحلة بقى في المعجزة ونربطها بالسفر السفر ده فيه أيات جميلة جدا ومعزية جدا وأيات قصيرة أول حاجة إن هذه المعجزة اللي بتحطاها الكنيسة في الحد السادس من السوم بنسميه حد الاستنارة أو نسميه حد النور أو نسميه حد التناصير التسمية الشعبية لأن الكنيسة زمان كانت بتعمل برنامج لتعليم الموعظين عبر فترة الصوم كلها بحيثه لما ييجي وقت حد المولود أعمى ينالوا بركة سر المعمودين فيحصل لهم نوع من الاستنارة وكأن المعجزة دي عشان توضح إيه اللي بتعمله المعمودية فينا يعني إحنا بنحرص على المعمودية وروح الشخص الطفل الصغير يتنصر علشان تماما يساوي مشهد الإنسان الأعمى اللي يصير بعد كده مبصرة بالزبط ليه بنحرص على المعمودية من بدري نعمد أطفالنا من بدري وهم عمرهم أيام علشان يتحول من العمى إلى النظر إلى الاستنارة ويبتدي حياته كلها مبصرة تعالى نمشي في المعجزة دهية هو بنقرها في الحد السادس وأنا حطتها لك في ست نقط ممكن تساعدك في استبيان تفاصيل هذه المعجزة الجميلة واحد الله يهتم بكل إنسان يقول لنا كده وفيما هو مكتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته واحد أعمى يمكن ما أنسي في وسط البشر لكن ربنا عارفه وشافه ويقول لنا في سفر ميخة في ميخة واحد تمانية أمشي حافياً وعرياناً أصنع نحيباً كبنات ونوحاً كرعاة للنعام ودي حيوانات تفضل تتأوى وكأنها تنوح ده واحد أعمى والأعمى دهوات موجود طبعاً الأعمى دهوات ما عندهوش أي مصدر دخل عايش على الصداقات كأنه يسير حافياً وعارياً هو فعلاً حافي وعاري من رؤية الحياة ورؤية الطبيعة وفي وسط الزحمة دي كلها يقول لنا كده رأى إنساناً أعمى شايفه عرفه كيله مخصوص لما رأى الإنسان الأعمى يقول لنا سأله التلاميذ السؤال الغريب يا معلم من أخطأ هذا أم أبوه حتى ولد أعمى زي ما قلت في مرات سابقة أنه كان عند اليهود فكر ارتباط الخطية بالمرض والمرض بالخطية بمعنى إن الخطية الإنسانية يصنح إذا كانت خطية صغيرة أو بسيطة يبقى مرضه بسيط ده فكر يهودي وإن كانت خطيته كبيرة يبقى مرضه كبير ده مولود أعمى ده تبقى خطيته كبيرة خالص عشان كده سألوه سألوا المسيح أهذا أخطأ هو لحق يخطئ ده تولد أعمى أم أبواه يعني أبواه هم اللي أخطأوا وكانت النتيجة في هذا الإبن أنه ولد أعمى يسوع يرد ويقول إيه لهذا أخطأ ولا أبواه بيدفع عن المولود أعمى لهذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه نشوف عمل الله العظيم اللي هيبان خلال المعجزة في سفر ميخة في ميخة سبعة تسعة يقول كده يقيم دعواي ويجري حقي سيخرجني إلى النور سأنظر بالرهو ده بيكلم على وقت الشرور التي صنعها الشعب قديما لكن بيقول إن فيه رجاء إنه هيخرج للنور هيخرج من الضيقة سيخرجني إلى النور وسأنظر بالرهو دي في ميخة سبعة تسعة يخرجني إن النور يعني فيه أمل مدام الموضوع توضع في يد المسيح ففيه أمل إنه يخرج إلى النور ويشوف الحياة مرة أخرى طبعا كلكم واخدي بالكم إنه تولد أعمى يعني ما فيش جهاز البصر ما فيش كرة العين ولا التفاصيل بتاعة العين خالص فالمعجزة معجزة تدخل تحت باب الخلق خلق عينين زي ما هنشوف في سياق المعجزة ده بس مش الله يهتم بكل إنسان ويصحح المفاهيم مفهوم الخطيئة والمرض ده كمان يدينا درس عن أهمية النور وهو النور عايز درس ما كلنا بنحب النور بنحب النهار لكن المسيح هنا بيحاول إلفت نظرنا إلى النور الداخلي استنارة العقل استنارة القلب استنارة الفهم استنارة الحياة هو عايز يوصلنا للنقطة دي وهيبان طبعا خلال المعجزة في سفر أميخة يقول كده لا تشمتي بي عدواتي إذا سقطت أقوم إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي خد بالك موضوع النور والمسيح يقول لنا ما دمت في العالم فأنا نور العالم أنا الوسيلة الوحيدة أن الإنسان ينال هذه الاستنارة جواه مفيش وسيلة اقرأ اعرف ادرس سافر شوف كل دي حاجات خارجية لكن المهم استنارة الإنسان الداخلي والدليل على كده وبكرره باستمرار أن فيه إنسان ممكن نوصفه ونقول فلان أعمى القلب يعني قلبه موجود وقلبه بينبط كل حاجة وقلبه شغال ولو كشف عليه طبيب قلبه هيبقى عشر على عشر ولكن أعمى القلب ليس عنده استنارة والاستنارة غير البصر والاستنارة الاستنارة أمر داخل المسيح يقول لنا ما دمت في العالم فأنا نور العالم ما دمت أنت في إيد المسيح أنت تملك هذه الاستنارة من خلال وجودك وارتباطك وحياتك في المسيح ميخة في عدد في صح سبع عدد تمانية يقول لا تشمتي بي عدوتي ما هي الخطيئة أصلها ظلمة إذا سقطت أقوم بنعمة المسيح إذا جلست في الظلمة فالرب نوره لي هيخرجني من هذه الظلمة زي ما إرنا قبل كده في ميخة ميخة سبعة تسعة خلاصة العنصر الأول أن الله يهتم بكل إنسان ويهتم بحالته ويهتم أيضا بتصحيح المفاهيم يعني الحوار الصغير ده اللي بين التلاميذ وبين المسيح وهذا أخطأ أم أبواه والمسيح يقول أنا ما دومت في العالم فأنا نور العالم ده كله علشان يصحح مفاهيم الإنسان أحد القضايا الكبرى في حياة البشر المفاهيم الخاطئة أو المفاهيم الناقصة أو المفاهيم الضيقة زي بالضبط واحد يبقى موجود في مكان بس المكان ده هوت نور قليل جدا أو يكاد يكون معدوم ما يقدرش يشوف تفاصيل المكان لما يبقى فيه نور يبقى النور ده هوت بيقدر يعرف التفاصيل وإحنا كبشر جميعا ومنذ آدم حتى نهاية حياة البشر النور هو تعبير عن الفرح يعني بتبقى أنت فرحان في مكان بتعمل حفلة في مكان بتخلي نارة كبيرة بتزود النور عشان تعطي بهجة فالنور تعبير عن الاستنارة والاستنارة تعطي للإنسان بهجة وفرح زي ما هنشوف العنصر التاني بقى شفاء هذا المولود أعمى يقول كده اذهب واختسل فيه بركة سلوام ده بركة في أخر البلد خد بالك الرجل المولود أعمى ده المسيح ييجي وتفل على الأرض وعمل كرتين من الطين وحطوهم مكان العنتين اللي مش موجودين أصلا وطبعا موجودين على الجلد كده وهيقعوا فالرجل اللي سندهم ربما بأيديه وماشي في السكة حد واخده عشان يروح البركة اللي في أخر البلد عشان كل أهل البلد يشهدوا على هذا الإنسان المولود أعمى اللي معروف لأن الموضوع هيتغير بعد قليل يقول لنا كده في سفر ميخة يعود يرحمنا يدوس أسامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم بيكلم عن رأفة الله وهو يقترب من الإنسان والخليقة الجديدة ويقول له تروح لغاية هناك لغاية البركة بتاعت المية علشان إشارة لنا لموضوع المعمودية الخليقة الجديدة من خلال المعمودية وده السر الأول اللي بيتمارسه في حياة الإنسان مجرد يتولد بعدها بأيام ينال سر المعمودية لو كان عنده ظروف خاصة ممكن يتعمد إن شاء الله بعدها بيوم واحد وبالصورة ده هي القديس جيروم له تعبير جميل أوي هي يقول إنها نعمة المعمودية التي تشير إليها نبوة ميخة يعود يرحمنا يدوس أسامنا خذوا لكم من تعبير يدوس ده تعبير جميل أوي يمحيها يشيلها يدوس أسامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطايانا أو خطاياهم دي النقطة الثانية في النقطة الأولى اهتم بكل إنسان في النقطة الثانية يبتدى الخليقة الجديدة لهذا الإنسان العينين بقى في النقطة الثالثة وده النقطة بقى طويلة شوية نتواجه مع الذين لهم عيون ولا يبصرون أنهم موجود أو دم شايفين الدني لكن لا يبصرون لا يفهمون اللي هما بقى نوعيات من الناس على وياي نسميهم كده العميان عن الحق العميان عن الحق أنا قلتلك في الأول الرشدة اللي قدمها النميخة قال تصنع الحق تقول الحق تعمل الحق تعيش الحق دول العميان عن الحق اسمعوا اياي الجران الذين كانوا يرونه قبلا أنه كان أعمى قالوا أليس هذا هو الذي كان يجلس ويساعد ده بيكلموا نفسه رد عليهم ناس تانية وقالوا هذا هو ناس تلت قالوا لا دا يشبهه بيشككه أول حاجة في العميان عن الحق أنهم يشككه أما هو فقال إني أنا هو الرجل المولود أعمى نفسه قال أنا هو أنا المولود أعمى في سفر ميخة يقول اسمعوا يا رؤساء عقوب وقضاء بيت إسرائيل أليس لكم أن تعرفوا الحق مش مفروض تعرفوا الحق مش مفروض إنك تشوف الحق مش مفروض إنك تنطق بالحق أدي الفرسية أدي الجراء نمرأ اتنين أو يعني في النقطة دا هي المسيح عمل المعجزة يوم سبت طبعا المسيح كان قدامه يعملها أي يوم بس أصد يعملها يوم السبت علشان يعيد تصحيح المفهوم أن السبت للإنسان أم الإنسان للسبت مين عشان مين طبعا واضح إن الإنسان مش عشان السبت دا السبت جعل لأجل الإنسان اسمع كده وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عيني في سفر ميخة ستة ستة صح ستة عدد ستة بما أتقدم إلى الرب وأنحني لإله العلي هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة أتقدم بإيه هو أتقدم بمحرقات وأنا فاهم عندي السنارة جوايا ويوضحها أكتر إن السبت هو من أجل الإنسان السبت يوم من الأيام بس يتعمل عشان يخدم الإنسان مش الإنسان يخدم السبت السبت شيء الإنسان إنسان الله خليقة الله فهو بيكلم أنه واحد يقدم مجرد أنه يقدم العجول أو المحرقات يبقى يتقبل بمعنى إيه؟ الذين يصنعون التقوس بصورة جوفاء بصورة جوفاء فقط التقس ده عشان يساعدني في العبادة عشان أقدم عبادة حية عشان أعيش المفاهيم ده هي لكن هو ميخة هنا بيتكلم يعني من يتبع التقوس اللي هو تقدمة المحرقات دون إنحناء وسجود في قلبه هنا بيتكلم فيها ويقول أنحني الإله يعني بيمثل وهل أتقدم بمحرقات بعجول وخلاص؟ هي الحكاية كده؟ مش كده ده الحكاية من القلب فإحنا قلنا الأول الجران اتناق شوية بعض نعم رأي اتنين الفرسيين الفرسيين بقى المتعلمين كانوا زمان يسموا الفرسيين دول المفرزين وكانوا يمثلوا بلغتنا المعاصرة الناس الوغدة بي اتش دي درجة الدكتوراه يعني ناس متعمقين في العلم بس للأسف للأسف متعمقين في العلم ولكن يعيشون الرياء كاملة اسمع كده ويايا فقال قوم من الفرسيين هذا الإنسان ليس من الله دعا المسيح لأنه لا يحفظ السبت خد بالك سابوا المعجزة وسابوا شفاء المولود أعمى وشافوا أن الإنسان أبصر شافوا هذا الإعجاز الكبير حطوه على جنب لا دا مش حطوه على جنب دا ركنو خالص ومسكوا في السبت المعجزة تمت يوم سبت أخرون قالوا كيف يقدر إنسان خاطئ شك كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات وكان بينهم انشقاق الشك وصلهم للتحذب دول بيقولوا دول بيعيدوا دول زي ما بنسمع وزي ما بنشوف في أي موضوع يتوهوا الحقيقة معنى الحقيقة واضحة جدا إنسان أعمى ربنا شفاه أبصر خلصت لكن الشك يدخلك في دوامة والتحذب في دوامات اسمع كده ميخا يقول لنا في إصحاح ثلاثة عدد اتنين المبغدين الخير والمحبين الشر النازعين جلودهم عنهم ولحمهم عن عظامهم هي أية صعبة شوية أراها تاني المبغدين الخير محبوش الخير مثلا ما يقولوا الرجل مبروك الحمد لله على السلامة وكويس إنك أبصرت ودي معجزة سابوا كل ده والمحبين الشر النازعين جلودهم عنهم ونزع الجلود هنا تعبير مجازي أو استعاري عن إن الإنسان اللي بيمسك وينهش في سير الآخرين كانوا بينزع الجلد زي ما أنت تمسك سيرة إنسان وتقعد تشوهها بأي صورة بنصوها كأنك بتنزع الجلد ويكون الإنسان اللي بتشوه سيرته ده أو سمعته بتكون النتيجة إنك بتتحدث وتتكلم عن خطايا الكثيرة وتكشفه وتشوهه نزع الجلد وده تعبير صعب للغاية يعني يعني نزع ستر كان الجلد ده هو الذي يسطر علينا يسطر على الإنسان فبياخد التعبير ده وده تعبير قاسي للغاية قدي الفرسيين الفرسيين اللي عقلهم وقلبهم ونظرتهم ديئة إن يوم السبت ما نعملش حاجة بس في حين إن الحاجة اللي تمت كانت معجزة وطبعا وضح لحضراتكم إن زمان اللي كان فيه طب ولا طب عيون ولا فيه أطرات ولا فيه أطباء ولا ولا الحاجات ده هيت كلها فكانت معجزة مبهرة إن الشخص يعرم تعال خدنا الجيران خدنا الفرسيين تعال بقى للوالدين الأب والأم والأب والأم يعني يعيني عليه لأنهم هيبقوا خايفين فلم يصدق اليهود عنه إنه كان أعمى فأبصر حتى دعوا أبوي الذي أبصر وابتدوا يسألوه هو ده ابنكم؟ أيوا هو أتولد أعمى؟ أيوا هو أبصر؟ بس طب أبصر إزاي؟ خافوا يدخلوا فخ ويقعوا في الإجابة فقالوا هو كامل السن اسألوه مهرموا الكورة في ملعب الإبن ده اعتبروا ابن كبير سفر ميخا يقول لنا في ميخا 4 عدد 12 هم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده هم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون أفكار الرب إن الشخص ده يبصر يستنير ولا يفهمون قصده ما يفهموش قصده قصده إن إنسان مولود أعمى كان محروم إنه ينظر إلى الحياة ويعيش حياته الطبيعية لكن برغم ده كله برضو الموضوع بقى في شك سابوا الموضوع الرئيسي وعاشوا في القضية الضيقة جدا قضية السبت قلنا الجران قلنا الفرسيين قلنا الوالدين ده كمان جابوا الأعمى نفسه ويبتدوا يسألوه فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له اعطي مجدا لله نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ خذوا بالكم بيكلموه علشان يحولوا بالإجابة هم كل الحكاية عايزين الراجل ده يقول عن مسيح أنه إنسان خاطئ بس إيه تختبر اختبر الحياة في سفر ميخا يقول اسمعوا هذا يا رؤساء بيت عقوب وقضاء بيت إسرائيل الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم دي أوصف لفرسيين اسمع كده الذين يكرهون الحق أنا قلت لك الرشدة تصنع الحق تصنع الحق تعيش بالحق تحب الرحمة تسلق بالتضاع متواضع هم دول خلاصة الإنسان التلاتة دول هنا بقى الفرسيين بيشرحهم في سفر ميخا يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم فعلا بيعوجوا مش ضيعوا لهم الفرصة مش كان ممكن يأمنوا بالمسيح وبعملوا بهذه المعجزة مش كان ممكن يعيشوا في سلام ويفرحوا مع هذا الإنسان الذي صار مبصرا الراجل مولود أعمى وقفلوهم كده وقفلوهم بصوا يعني ما معناه أنت واجعته دماغي أنا معرفش غير أربع كلمات أنني كنت أعمى والآن أبصر بس أنا معرفش ما أحيان الواحد يتوه في الكلام يتوه في الأفكار يتوه في الشكوك يتوه ولا يبصر الحقيقة أو الحق اللي قال عليهم هنا يكرهون الحق قد إيه خطيتهم باقية ده النقطة التالتة كلها التحقيات الكتيرة اللي عملوها اللي سمناها عميان عن الحق سواء الفرسيين سواء الجران سواء الوالدين حتى المولود أعمى اللي جبوه ده هو شهد الشهادة الواضحة أنني كنت أعمى والآن أبصر النقطة الرابعة شوف دي كلها مراحل النقطة الرابعة الرابعة أنهم يطردوا هذا الإنسان يقول كده فشتموه وقالوا أنت تلميذ زاك على المسيح أما نحن فإننا تلميذ موسى بيفتخروا بموسى موسى في العهد الأديم ورحوا أقول له إيه أنت في الخطايا ولدت أنت بجملتك عشان التولد أعمى وأنت تعلمنا فأخرجوا خارجها تردوه هنا يبين مقدار الشر والخطيئة اللي عاش فيها هؤلاء في سفر ميخا يقول قد بات باد التقي من الأرض وليس مستقيم بين الناس جميعهم يكمنون للدماء يصطادون بعضهم بعضا بشبكة سفر جميل خالص وأنت بتقرأ ليس مستقيم بين الناس جميعهم يكمنون يعمل كمين للدماء كمين للقتل يكمنون للدماء يصطادون بعضهم بعض بشبكتين عملين في خاخ لبعضه الشكوك دي عبار عن في خاخ عمل توقع داو توقع داو 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 رؤساءهم يقضون بالرشوة الرؤساء يقضون بالرشوة يعني يحكموا يبقوا قضاء بالرشوة كهنتها يعلمون بالأجرى أنبياؤها يعرفون بالفضة عايشين في خطايا خطايا كلهم بكل أشكال وضعهم طبعا مسكوا المولود أعمى دا ولولي يعني أنت اللي مولود في الخطايا خطايا يعني إنجاز التعبير إنها خطايا جاي تعلمنا رفضوا التعليم أرجوك تاخد بالك دا صنعوا الشر كرهوا الحق ورفضوا التعليم كم من مرة ربنا بيديك فرصة عشان ترجع عن خطيتك وعن فكرك اتضيق كم مرة ربنا سمح إن تيجي قدامك فرصة إنك تستنير كم مرة كم مرة في حياتك كم مرة في علاقاتك جوة أسرتك في بيتك في عملك ممكن تكون مبصر ولكنك لا تعرف للحق طريقا انتبه أيها الحبيب الصوم فترة الصوم هي فترة إن الإنسان يكتشف ضعفه الفرسين هنا نمازج قدامنا رغم أنهم يبصرون ولكنهم عميان عن الحق طردوا المولود أعمى النقطة الخمسة إن المسيح يقابل الرجل اللي تشفى اللي أبصر يقول لنا كده فسمع يسوع أنهم أخرجوا خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله أجاب زاكى وقال من هو يا سيد لأؤمن به قال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فقال أؤمن يا سيد وسجد له على طول أؤمن شو بقى الاستجاب عصد أختبر ده أختبر النور ده أختبر العينين ده أختبر النظر أؤمن يا سيد وسجد له أرجع أقول لك الآية اللي قلتها لك في الأول في ميخة ستة عدد تمانية قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق تحب الرحمة تسلك متواضعا أظن الطريق جميل قوي والطريق سهل وواضح وهذا الطريق بعلاماته التلاتة تصنع الحق تحب الرحمة تسلك متواضعا والمولود أعمى هنا صار صاحب بصيرة وإيمان ويبتدي يعيش في هذه المراحل التلاتة تحب الحق تصنع الحق تحب الرحمة تسلك متواضعا المرحلة الستة والأخيرة اللي هي الخلاصة زي ما قلت لك أنا أسمتهم لك ست مراحل علشان إحنا بنحتفل بالمولود أعمى في الأحد السادس من الصوم اسمع بقى الخلاصة واسأل نفسك وعرف أنت فين أنت في جانب الإنسان المولود أعمى وأبصر والأفجانب الفرسيين اللي اتولدوا مبصرين وظلوا عميان قال يسوع لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون فسمع هذا الذين كانوا معه من الفرسيين وقالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان كل ده لم يكتشفوا أنهم عميان للأسف الشديد كل المراحل اللي فاتت دي ما اكتشفوش أنهم عميان انتبه أيها الحبيب لألا تكون واحدا منهم فقال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطي واحد أعمى خلاص ده مش شايف ما قالوش خطي ما تحسبش عليه خطي ولكن خد بالك معم الكلمات النارية ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطياتكم باقية خطياتكم باقية تنام وتعيش وتصحى وخطياتك باقية مرحتش هل رح تمر لأبدأ اعترافك وقعدت وياه وقالت له أنا اكتشفت يا بونا الموضوع الفلاني ده كنت فهمه غلط وعناه فتحت وشفت الصح إيه هل رحت مرة وقلت ده أنا عيشت زمن طويل شايف الأمور كده ورغم أني كتير نصحوني وكتير نتكلم ويايا كنت دايما نشكك فيهم وعمل أحزاب وعمل انشقاقات واكتشفت النهاردة أننا كنت غلطان اسمع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطي ولكن الآن تقولون أننا نبصر فاخطي باقية إحنا بنعرف إحنا بنفهم إحنا أحسن من ده ومن ده ومن ده خطيئتكم باقية وتعيش في خطيئتك وتموت بخطيئتك وتكون النهاية ظلام في ظلام انتبه اسمع كده في سفر ميخ يقول إيه لذلك تكون لكم ليلة بلا رؤية ظلام لكم بدون عرافة وتغيب الشمس على الأنبياء ويظلم عليهم ويظلم عليهم النهار لخطيئتهم باقية ما عندهم ش شمس ما عندهم ش نور عايشين في ظلام على طول النهار بتاحهم مزلم يوموا من ظلام ويناموا في ظلام عشان كده يظلوا في خطيئتهم المبصر الحقيقي اللي هو المولود أعمى هنا هو الذي أبصر حقيقيا والعميان الحقيقيين هم اليهود الفرسيين الذين لهم عيون ولكنهم لا يبصرون خطيئة شديدة جدا انتبه انتبه لنفسك واعرف أن الصورة ده هي صورة الإنسان اللي يعيش في خطايا حرفية ناموسية والخطايا ده هي أنه لا يرى الحق وفكرك بالأسلوب اللي أقدمه النميخة في نبواته وهو بيقول لنا خلاصة الإنسان الصالح أن تصنع الحق تبصر الحق وأنك تحب الرحمة تبقى الرحمة رفيق في حياتك اليومية وفي الآخر تسلك متواضعة أنا أسيبك مع الثلاث علامات دول تفكر فيهم وتقس عليهم نفسك وتعرف حياتك ماشية إزاي علشان ما يبقاش فترة الصوم وهي بتقترب من النهاية أنها تكون عدت عليك كده اكتشف في نفسك المواقف الفريسية الريائية اكتشف في نفسك حرفية السبت دور في حياتك واطل وقدم توبة واطلب الصنارة وفحص نفسك جيدا ويمكن السفر ده سفر ميخة لما تقرأ حاول تقرأ مرة أو اتنين خلال الأسبوع ده أو لغاية ما نحتفل بأحد المولود أعمى عشان تعرف مراحل الانتقال من الظلمة إلى النور عشان تكتشف إذا كان هناك ظلمة في حياتك فتحولها إلى نور بنعمة المسيح ده الأحد السادس في رحلة الصوم الكبير وإحنا بنربطها مع أصفار الأنبياء الصغار ربنا يكون وياكم وتكون الفايدة الروحية في حياتنا عملية وليست نظرية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين